أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم تسجيل 209 إصابات بفيروس كوفيد-19 بينما بلغ عدد المتعافين 232 شخصاً فيما تم تسجيل حالتي وفاه وذلك خلال 24 ساعة الماضية وأبرزت الوزارة أن مليونين ومائتين وأربعة وثمانين ألفاً وثمانمائة واثنين وثلاثين شخصاً تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون وثمانمائة وثمانية وثمانية وعشرين ألف ومائتين وسبعة وعشرين شخص مقابل 24 مليون وأربعمائة وثنين وتسعين ألف وأربعمائة وشخصين تلقوا الجرعة الأولى ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 952.398 حالة فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 936.277 حالة فيما استقر عدد الوفيات في حدود 14.804 حالات